بنسبة ستة بالمئة فيينا ترفع رسوم المياه مواقف السيارات والنفايات من الفين خمسة وعشرين ودي زيادة المعتادة اللي بتتم كل عام وان كان يمكن مش وقتها الان خالص لكن هي هتبدأ من الفين خمسة وعشرين زيادة في نسبة اسعار المياه كمان زيادة في البارك شاين ارتفع من اثنين ايرو نصف لاثنين ايرو ستين وان كانت هي زيادة بسيطة بس اكيد طبعا مع الوقت واستخدامك المستدام لده هيكون طبعا يتأثر بيها في الاخر جب مين المواطن العادي نعم صحيح هذا الكلام يعني مع الاسف الشديد هذا الوضع يعني مستمر بهذا الشكل انه فيه غلاء حيصير اعتبارا من العام المقبل بنسبة ستة بالمئة يعني احنا بكل بساطة بالنسبة لموقف السيارات البارك شاين فعليا رح تزيد هي من اثنين ونصف للساعة الى اثنين وستين يعني صحيح هي عشرة سنة ليست هذا المبلغ ولكن يعني مبلغ بيجمع بالمجمع بالمجمع نعم اللي عنده اكثر من موقف وكذا وعنده اي شي فأكيد لا وهتدفع اي مكان تقف في في فين فأي مكان في في فين مئة بالمئة فبالتالي اكيد اكيد زيادة المياه المياه والخدمات والبتريب كوستن اجمالا يعني هاي الخدمات احنا دائما في عنا ايجار البيت كل اللي عم شوفنا فيه شي اسمه ايجار البيت في شي اسمه بجنبه بتريب كوستن المصاريف الجانبية المصاريف الجانبية الصرف الصحي والنظافة وثمن المياه وكهربة البناء وهذا كلام يعني هاي يعني مثلا ولكن تتخيل ان الثمن المياه الصرف الصحي طلب اضعافها اللي على سبيل المثال اللي على سبيل المثال بيدفع بيدفع خمسمائة يورو خمسمائة يورو تقريبا رح يصير يدفع خمسمائة وعشرين الى خمسمائة يعني الى خمسمائة وخمسين بصراحة ده اللي بيدفع الف عنده تقريبا ما بين الخمسين الى المائة يورو اضافية من العام المقبل طبعا هذه تتفاوت بحساباتها من شركة الى اخرى وكيف تكاليف شكلها فيعني هاي مع الاسف زيادة حتمية ستأتي من العام المقبل موسيقى